رجعنا تاني لنغمة قبل كاس العالم حد يدي 12 يوم راحة حد يعمل خلاص بقى جماعة احنا اتفقنا يعني انا لدرجة انه تسمع التحدي بيقول الاهل يواخد اربع تيام اجازة وكلمة تتقال فالمواقع تمشي وراها ازاي موسماني مدي اربع تيام اجازة ومواقع كتبت وناس حكت كتير فيها فترجع تلاقي الاهل لعب في جنوب افريقيا يوم السبت طيب والسبت الاهلي ما اتمرنش لانه كان بيلعب طيب يوم الحد الاهلي ما اتمرنش لانه جاي من الصفر في نفس اليوم جاي تسع ساعات صفر ووصل صباح يوم الحد احنا بنشتك من الارهاق والضغط المباريات والاجهاد يشوف طول الليل يعني الاجازة يوم الحد ده يوم العودة الدوم اجازة يوم الاثنين يوم الثلاث اللي عبت جمعت وعملت استشفاء يعني مش حتى في البيت لا هم جوم النادي وعملوا تدريبات ريكوفري استشفاء في النادي ودي تدريبات مهمة جدا لازم يشوفون في التقسيم واتمرنوا الثلاث واتمرنوا الاربع والنهاردة الخميس ايه فكرة انهما خد اربع تيام فتمشي المسألة ما انا بقول لكم احنا لازم نقتل البغبغانات الاعلام بتاعنا اعلام بغبغائي كل ما تتقال في موقع في برنامج في مش عارف اذاعة في تلفزيون تلف الدنيا كلها على كل الوسائط الاعلامية على ما تدور لها على قصر دي بدأت منين الاهلي لما بيقول انا محتاج فطرة بينية لا تقل عن خمس ايام او ست ايام بين المطشين وخصوصا اللي فيه مصافر عشان يدي الراحة بالزبط مش عشان يجهد اللعيبة وبعدين يا جماعة اهل مكة ادرب شعابها ما هو الراجل هو اللي شايف اللعيبة والقياسات البدنية بتاعتهم هو اللي شايفها ده الكلام بس يعني المهندس عدل فكرنا بحاجة انه الراجل لما مدى كام يوم اجازة قبل كسر العالم للاندية الناس زمت عليه جامد واتهموه ولما ظهر على الفكرة بحالة بدنية كويسة واحنا منهم عشان يعني قلنا لأ الراجل كان فاهم صح فيعني نتمنى بس لانه بصوا بقى اتفره في كل الجرائد والمواقع ايه لحد ده خد اربعة طيب يا عم ما تحسبوها انتوا بالشكل ده عايزين انه يمران طب خد اربعة او خمس سيام خلاص هو الرسالة هو مسئوليته وهو يعملوا عنه بالظبط